السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت عند النوم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون كانوا زمان يا حبيبي أغلب الناس كانوا يعني زمان كانوا يعيشوا على اللمبة الصهاري أو اللمبة اللي هي الكبيرة ديت اللي كانت بتوقض بالزيت أو توقض بالجاز أو غير ذلك من هذه الأشياء فكانت عبارة عن نار حقيقي يعني تمام فهذه النار كانوا يتركونها حين ينامون لكن كانوا يخفضوا من خلال الزرار كده في الجنب كانوا يخفضوا درجة النور بتاعة اللمبة دي عشان يعرفوا يناموا لكن في النهاية كانت أحيانا بتحصل حوادث أحيانا تيجي بالليل أعزكم الله ألف ويسيقة اللي هي الفار الفارة فالفار ديت يعني هو مثلا بيتحرك بيجري أم خابط اللمبة أم وقعة فالإذا زيكسر والنار تشبك في أي حاجة بقى في سجادة في ملاية في الحاف في أي حاجة فكان يحترق البيت على من فيه فنهى النبي عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرش بقى زمن الكهرباء اللي احنا فيها والمصابيح الكهربائية لغير ذلك لكن النبي عسلام بيتكلم عن هذه هذا النوع من المصابيح اللي هي المصابيح اللي هي قابلة أن هي ممكن تسبب حرائق أما المصابيح العادية اللمض العادية ديت أو غير ذلك دي ما بتسببش حرائق فما فيش أي مشكلة فيها إنما المشكلة لو كان فيه ناس عايشين في مكان وعندهم لمض عادية خالص لا يفعلوا هذا الشيء لا يتركوها عند النوم وإنما يطفئوها وينوروا أي حاجة مثلا زي مثلا حاجة كده بفيشة لمبة سهاري بسيطة كده عشان لا تتسبب في أي حرائق يقول أبو موسى الأشعري في رواية البخاري قال احترق بيت بالمدينة على أهله في الليل احترق بيت في المدينة على أهله بالليل ماته فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها يعني لما نيجي نام حبيبي إذا كان في حاجة فيها نار مثلا بتجاز والع نطفيه قبل ما ننام إذا كان مثلا لمبة سهاري أو حاجة مثلا باللي بتوقض بالزيت أو الجاز نطفيها إذا كان الدفاية في الغالب الدفايات أحيانا أحيانا الدفايات بتعمل برضو مشاكل ويحصل فيها أي مشكلة ويا ما سمعنا عن الناس كتير جدا عيازا بالله الدفاية تسببت في حارق في البيت فممكن لو واحد الدنيا برد يدف المكان بالدفاية لمدة ساعة ساعتين وأول ما ينام ويدفوها خلص دفوا المكان وبعد كده يناموا بفضل الله سبحانه وتعالى ليه هذا من باب الاحتراز ومن باب الخوف على الإنسان الإنسان كإنسان له كرامته وله احترامه وله مكانته عند الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فالله عز وجل كرم الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم النبي لا يترك خيرا إلا ويدلنا عليه ولا يترك شرا إلا ويحذنا منه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان ده حبيبي ودي العزة والعبرة لناخدها من هذا الحديث إذا كان ده الاحتراز من نار الدنيا فكيف يكون ده الاحتراز من نار الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي لقاه مسلم ناركم هذه التي توقضون عليهم النار دي الدرجات فممكن نار مثلا أقل لها عود الكابريت ثم مثلا البتجاز ثم مثلا الموقض الكبير اللي بيسوه عليه مثلا الولائم ثم يعني يتدرج الأمر حتى يصل إلى أعظم نار في الدنيا بتستعمل ألا وهي النار اللي في مصانع الحديد والصلب اللي بتدخل جواها ربنا عافيكم ألواح الحديد تنزل من ناحية تانية زي سائل المية تخيلوا حضراتكم ماذا درجة الحرارة بتاعت النار دي شيء عجيب جدا وشيء مخيف فالنبي بيقول لك شفت درجة الحرارة دي النار اللي في الدنيا دي أقصى نار في الدنيا كلها ما تسويش يعني يعني ما تسويش واحد على السبعين من نار الآخرة قال صلى الله عليه وسلم والحديث روه مسلم ناركم هذه التي توقضون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الجهنم فالصحابة قالوا يا رسول الله زي ما احنا بنقول دلوقتي يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية يعني ربنا يعافينا عافيكم يا رب ويا رب يجعلكم من أهل الفردوس الأعلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقول له يعني لو احنا هنتعاقب في الأخرة بنار الدنيا دي كفائية جدا ده الواحد فينا ما يستحمل شعود الكبريت والله ما يستحمل النار بتاعت عود الكبريت فما ظنك بالنار اللي بتسيح الحديد والصلب فالنبي بقولهم لا ده النار بقى هناك قدت النار اللي بتسيح الحديد والصلب دي سبعين مرة قالوا له إن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بسبعين جزءا كلها مثل حرها ده رواية الإمام مسلم في رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقضون عليها هي جزء من مئة جزء من نار جهنم ربنا عافينا عافيكم فلما الإنسان يا حبيبي يستحضر هذا المعنى إن عذاب الدنيا فعلا أهوى من عذاب الآخرة شفاديه كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فالإنسان لازم يأخذ باله في حياته إنه لما يؤمر بشيء من أوامر الله أو من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أنه يمتثل وبعدين ربنا قال لنا فاتقوا الله ما استطعتم يعني نؤدي الفرائد ونكتهت في النوافل والرواتب قدر الاستطاع لكن بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أمرتكم بشيء انفأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء انفنته أما المحرمات ابعد عنها ابعد عنها اجعل بينك وبينها حاجز واجعل بينك وبين غضب ربنا وبين عقاب ربنا وبين نار جهنم اجعل حاجز وهو ده معنى التقوى التقوى أنت تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بينك وبين غضب الله وقاية التقوى هي الخوف من الجليل كما عرف عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هي دي المسألة إن إحنا إذا كنا بنخاف من نار الدنيا ونخشى إن إحنا نقرب منها أو إن هي تقترب مننا فمن باب أولى بقى إن إحنا نخشى من نار جهنم ربنا عافينا عافيكم اللي الإنسان عيازا بالله لا يتحمل اللفح بتاعها مش النار نفسها لو أن لفح جهنم اللي هو الهبو اللي هو البخار اللي هو البخار اللي هو يعني الصهد بتاعها لو جه ناحية وجه الإنسان يوم القيامة من على بعد خمسمائة عام يتساقط لحم الوجه على الأرض تخيلوا من على بعد خمسمائة سنة الوش ده اللحم ده يتساقط على الأرض فما ظنك بما ندخل النار ربنا عافينا عافيكم فدايما الإنسان يحترز لنفسه من أنه يعذب لو أنت مقصر في طاعة الله ابدأ صفحة جديدة مع الله لو أنت مش لابسح جاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث روى المسلم قال صنفان يعني صنفين من أهل النار لم أرهما لأنه ما كانش فيه ولا واحدة متبرجة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحدة بقول ولا واحدة ما كانش فيه حاجة اسمها كده حتى النساء في الجهلية كانوا يلبسوا حجاب تخيلوا لكن كان فيه بعض الخلل ممكن تفتح فتحة في الإنين هنا أو غير ذلك إنما كلهم كانوا لابسين حجاب فالنبي عالسان بيقول صنفين صنفان من أهل النار لم أرهما وقال إيه؟ من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات لبسة ومش لبسة لبسة مغطية حتة ومعرية حتة شوفت دي وأحيانا مغطية حتة ومعرية حتة تمام؟ أحيانا تلاقي لبسة ستريتش أحيانا تلاقي لبسة جنسة أحيانا تلاقي لبسة شورت أحيانا بتنسى تلبس خالص يعني إيه حسب ظروفة تمام؟ فشوف النبي يقول ليه؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن خذوا بالكم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة السنم بتاع البخت اللي هو الجمل السنم بتاع الجمل وهو ماشي بيتمال يمين وشمال سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا يا خبر بيض والله لا أرضى لك أيها الأخت المسلمة الفاضلة إن أنت تتعرضي لهذا الأمر شوفت دي ومش معنى لا يدخلنا الجنة إن المتبرجة مخلدة في نار جنة محاشة لله إلا إذا هي أنكرت وجوب الحجاب وأنكرت كل ما ورد من آيات ومن أحاديث في فرض الحجاب أما لو كانت عاصية يعني فقط مجرد أنها مش لابس الحجاب لكنها بتعترفه وتقول ربنا يسر والله أنا نفسي ألبسه أنا كذا هي مرتكبة كبيرة لكنها ليست ليست مخلدة في نار لكنها فيما شئت الله لو شاء الله عذبها ولو شاء الله عفى عنها لكن في النهاية لا نعرض نفسنا لعذاب الله لأننا لا نتحمل والله لحظة وحدك شوفها دي هقول لكم حديث واحد حديث رواه مسلم النبي عليه السلام بيقول إيه ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار أكتر واحد اتنعم في الدنيا بس من أهل النار ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين فيغمس خدوا بالك وركزوا معايا فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم غمسة واحدة الغمسة تساوي إيه حبيبي والله ما تساوي حتى يعني ثانيا غمسة شوفها ديه فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدين هل رأيت نعيما قط وهو مين أنعم واحد اتنعم في الدنيا كلها أكتر من قرون نفسه هل رأيت نعيما قط هل مر بك نعيما قط هل يعني اتمتعت في الدنيا فأقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط أنا ما شفتش حاجة حلوة أبدا بالغمسة الوحدة يا حبيبي هينسى كل نعيم شافه وهو أنعم واحد في الدنيا فما ظننا بمن يعيش في النار ومن يزم بلا يخلت في النار أو حتى يعذب سنوات طويلة في النار يعني عشان كده احترزوا لأنفسكم من عذاب الله سبحانه وتعالى اللي وقف معصيها يبعد عنها واللي مش لابس حجاب تلبس حجاب واللي ما بيصلش يصلي واللي ما بيبرش أم وابوي برهم اللي بيعقوهم يبرهم واللي واكل حرام يتخلص من هذا الحرام ويرجع الفلوس تصحابها واللي يعليه مظالم يردر مظالم قبل ما يلقى الله سبحانه وتعالى والله الدنيا ما تستاهر إن احنا يتكالب عليها وناكل منها لقمة حرام وفي النهاية اللقمة اللي أنا بكلها هي أصلا رزقي لكن أنا تعجلت وأكلتها من حرام ولو استنيت شوي هنأكلها إيه هنأكلها من حلال يبقى إذن نحاول نحترز لأنفسنا ونتقي عذاب الله ونتقي غضب الله ونتقي إقاب الله لأن فعلا كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وتبوى الدنيا رب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ربنا يجمعنوا إياكم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته